في الوقت الذي تتحدث فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من الخارج قدم الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يوم الثلاثاء يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال إنه أدخل تعديلا على مشروع قانون موسع بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط يدعو إلى ما وصفه التزاما مستمرا لحن هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وغيرهما من التنظيمة الأخرى التي قال إنها لا تزال تمثل تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة وفي كلمة بمجلس الشيوخ قال ماكونيل إن أمريكا لست شرطة العالم لكنها زعيمة العالم ويقع على عاتقها الحفاظ على تحالف عالميا ضد الإرهاب والوقف مع الشركاء في مكافحته ويمثل الإجراء تعديلا على مشروع قانون موسع للأمن في الشرق الأوسط تجري مناقشته في مجلس الشيوخ ويشمل المشروع فرض عقوبات جديدة على سوريا ولم يصدر أي تعليق فوريا حول الموعد الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون بما في ذلك التعديل لكن حتى يصير قانونا يتعين إقراره أيضا في مجلس النواب وتوقيع ترامب عليه أو تجاوز اعتراض ترامب إذا لم يوقع عليه وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد قالت إن الأجدول زمنيا محددا للإنسحاب من سوريا وتحدثت عن المرحلة الثانية في مكافحة الإرهاب أما بشأن أفغانستان قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث زلمي خليل زاد لم يتفق مع طالبان على صحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال ثمانية عشر شهرا مثل ما يطالب المسؤولون بالحركة ولا جد ولا زمنيا للإنسحاب من هناك